قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكرانية الأحد أن القوات الروسية نسفت ستكا خوفكا لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خرسون بجنوب أوكرانيا واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرمائية الملحقة به واخضعوا الموقع لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي واتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد ويتبادل أطرفان الاتهامات بقصف المدنيين في أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد وقالت ماليار عبر تطبيق تيليجرام يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرمائية في كخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطع خرسون وعضفت أن تفجير الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الأحطيات الروسية في ميت قطي زابوريجيا وبخموت ترجمة نانسي قنقر